رسم أعداد دفن رفات شهداء الثورة تزمنا نوى الذكرى الأولى لسترجاع جماجم رموز المقاومة الجزائرية من متحف باريز رفات التي أعد دفنها اليوم تعود لشهداء الثورة عثر على رفاتهم في مكان كان المستعمر الفرنسي يستخدمه لتعذيبهم والتنكيل بجثثهم وحتى دفنهم أحياء ليحاوله المستعمر بعدها إلى مكبل نفاياته وما تم اكتشافه ليقوم ابناء المنطقة بعدها بإخراج رفاتهم وتكريمهم بالدفنة نتبع في هذه التغطية لعلى الرحابة كانت عندي معلومات جدا رب يرحمه كان في المعتقل هذا هنا وكان محكم عليه بالأعمال الشقة صافي كانت عندي معلومات باللي كفاه كانوا ينكلوا ليفوس هذا هنا معمرة بليفوس تعالي شو هذا اللي يدفنهم هنا في المنطقة هذه كي جي سيدي باشر في الأشغال بصفة وجار جاي قال لي على الأخي قلت له دي نعطيكي معلومة ككنز كنز الثورة الجزائرية كان ينفوسهم فيها رفات شو هذا نظن ما زالوا ما لقوهمش بس كانوا بزاف اللي جبدوهم خوغي هذو من اللي ما لقوهمش حقي باشر في الأشغال كل قشاه الأول كل مني في تليفون قل يودينا لقينه اللول لقينه بلا راس اللول كي سقصية الجدة راي مازال تحية قلت لهذاك ما كيزار هذا مش موجهد حامل سلاح ألقي عليه القدوة نكوي لبا استعمال الفرنسي الغاشم لعبوا بي حتى البال ورسوا هذا ربي رحموا ومبعد تحنا في اللفوس هي أصلا كيفاه باش يذلوا شو هذا ربي رحمه دروان دي شارج بيبليك وهذا شو هذا الأغلبية لقينه محيين مدفونين حيين بس يفتي كطابيب كالأخر طريقة القتل تحم طريقة باش عاجد وما بهم تفل صغير هذاك طفل صغير ما ذوك الخبرة المعلى بلش في بوشاو الخبرة العرمية وجايش حال حدو العمر التاعو المنطفل صغير ماد يباسيش ساتون قوت له بطريقة باش عاجد